موسيقى طباح الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت لو لا هطول الأمطار لبقيت حملة الوزير وائل أبو فعور في ملف سلامة الغذاء في الواجهة لكن طفان الأنفاق والشوارع في العاصمة وعلى مداخلها جاء ليكمل هذا الملف لناحية زيادة معاناة المواطنين الذين علقوا بسياراتهم لساعات طويلة عندما داخل العاصمة وفي الأنفاق فمن يرى ومن يسمع ليترافق ذلك مع انقطاع في الكهرباء وأيضا الانترنت والاتصالات ففي أي بلد نعيش الوصف جاء من صحيفة المستقبل بهدلي أو بلد البهدلي ومن سلامة الغذاء والحملة المستمرة من قبل الوزير أبو فعور والحملات من بعض المتضررين عليه إلى سلامة تطبيق القوانين التي ترعى شؤون المواطن في الغذاء والصحة والسياسة وغيرها أزمة الرئاسة ما بعد التمديد لا أفق قانون الانتخاب لا اتفاق وتوافق في ظل غياب الحوار وأزمات النازحين والعسكريين وأيضا الأمن في المناطق في ختام حلقة اليوم متابعة لجلسات المحكمة الدولية حيث تشهد بدءا من يوم الاثنين فصلا جديدا من الشهادات وأبرزها للنائب والوزير السابق مروان احمدي هذه المواضيع وغيرها نتابعوها مباشرة من الستوديو مع عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور عاطف مجدلاني صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك على حظك اليوم هيك صاير بالبلد قبل من فوت صورة من صحيفة المستقبل والصحف التي صدرت اليوم لعلقت الناس بقلب النفأ المي طايفي تركوا سياراتهم ولادهم ناموا بالسيارات مشوهم بقلب المي هون تحية لعناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدنيا اللي فعلا كانوا موجودين وقد ما فيهم ساعدوا الناس شو بتقول بديقول انه هيدا غير مسموح ومن المعيب بلبنان بسنة الالفان واربطعش ان يتعرض المواطن لهيك ظروف من المعيب ومن المؤسف ومن المؤلم انه المشاريع يلي حققه دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري يلي اراد من خلاله تقدم لبنان ونقل لبنان الى مستوى الدول المتحضرة واراد انه يعطي المواطنين كل الظروف المؤاتي حتى يقدروا يعيشوا بكرامة مع الاسف الشديد ما عم بيكون فيها الها احترام ولا عم بيكون فيه الها متابعة حتى هذا الهدف اللي كان عم بيحلم فيه دولة الرئيس يتحقق ويكمل مساره البعض بقول المشكل بالبنى التحتية بحد ذاتها صحيح؟ المشكل على ثلاث مستويات فيه موضوع البنية التحتية كتير كويس وهيدي العملية تعيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويعني بمرائبته المباشرة هو نعم فهيدي ما فيه اشكال فيها لا بدك بعدين الصيانة نعم ومن جهة تانية فيه ايضا فيه مسئوليات فوق النفق وفيه مسئوليات فيما خص التعديات على مجرى نهر الغدير هايدي ثلاث أمور هي مع بعضها عم تتراكم وعم تعطي هذا المشهد المؤسف المؤسف مع الوزير الناس ما انهم مضطرين يفوتوا بهالتفاصيل ولكن انه بيطوف النفق مش اول مرة بتنين صحيح صحيح اول شتو يعني ساعتان شيطة طاف قبل كمان بين تشرين وتشرين صيّة في الدنيا ما تنظفوا المجاري الحق عمين مين المسئول بهالموضوع ديك هلا يعني انا بعتقد انه المسئولية متشعبة وما بتخص بس يعني جهة معينة عندنا الوزارة وزارة الاشغال فيه وزارة الاشغال فيه شركة متعهدة شركة وفيه قلتلك موضوع موضوع نهر الغدير والتعديات على مجرى نهر الغدير هيدول بدن حل مع الاسف الشديد لحد هلا بعد ما التقى حل والحل يعني منه كرفته منه عالي يعني يمكن 400 ألف دولار أو 500 ألف دولار يعني مش هالكلفة الكبيرة الوزارة سارعت انه بتحط وضعت المسئولية عند الشركة أنا بعتقد المسئولية المسئولية مشتركة على ثلاث أفريقاء يعني الشركة ووزارة الاشغال وتعديات طيب ممكن يتحق يعني ممكن بعد يلحقه لازم يلقى له حل وبعتقد أنا معالي وزير الداخلية استاذ نهاد مشنو عم يشتغل على هيدا الموضوع حتى يلاقي حل نهائي مش انه حل مؤقت لأ حل نهائي حتى ما تتكرر هيك مأساة اللي منيح انه ما في نفق بالأشرفية يعني حضرتك أشرفية ومع اللقوا الناس بس عمى داخل بيروت من الشمال لجنوب اي بس انت ملاحظ انه بيروت ما صار فيه اي طوافان وطن مصيد بي شو السبب؟ ما صار فيه طوافان ليش؟ لانه المسئولين اخدوا الاجراءات اللازمة على رأس طبعا سعادة بحافظ بيروت موجه له تحية يعني هو الموضوع بده شوية وعي شوية تحرك شوية شغل سلمان الموضوع بده حس مع الناس بده ضمير وبده التزام بالمسئوليات حس مع الناس ضمير والتزام بالمسئوليات هلا بكل العالم بصير طوافان بس هون بساعة شتي بتقفل القراءات وبتعلق العالم مضبوط مضبوط بس انه انا عبدالك هايدي المنطقة شو مشكلتها مشكلتها متشعبة في تراكم لثلاث مشاكل مع بعضهم ولذلك عم نشهد هذا المشهد المؤسف كل سنة بيقدر مجلس الوزراء يجتمع وقول لهذه الجهات تفضل اشتغلو عم بلك انا المجلس الوزراء طبعا بيقدر ومعالي وزير الداخلية اخذ الموضوع بكل جدية وان شاء الله بيقدر بيتوفق انه يلاقي حل هذا على كل حال يوم بصحيفة الديار ومثل باقي الصحف اللي بتطلع انه كميات الانطار اللي نزلت كانت قوية والناس علقوا بسيارات طنوق واضافت للا موضوع عن قتاع الكهرباء الاتصالات الناس عم بتتلفن مش عم يمشي الحال انترنت مقطوع كله مع بعض عيدل بدي اوصله نحن بالقرن الواحد وعشرين سنة الالفان واربطعش هل معقول هل معقول انه الطاقة الكهربائية بكل لبنان تكون واقفة على برقة عرعدة شو هالحكي هذا شو هالبهدلي عن جد بهدلي معقول بجريد المستقبل يحطوا بهدلي هل معقول لبنان بلد طويل عريض الكهرباء كلها واقفة على ساعقة او على احوال جوية كيف الحكي هذا صياني كمان شو بده هايدي بده بده اكتر من صياني عقلي بده تغيير عقلي بده تغيير ذهنية بده برجع بقلك هيدول ثلاث امور حس مع الناس اه الواحد يحط حاله هو محل للناس هيدول اللي ما عندن اشتراك موتر وعم طنق بتاع الكهرباء كيف بدن يعيشو هيدول اللي اللي حاطين اثنين كيلو لحمة لوليدهم اه بالبراد ونقطعت الكهرباء ست ساعات تمانت ساعات عشر ساعات اللي هنه هيده اللحم يش رح يصير فيها في ضوء الرعب بملف الغذاء رح نفوت بالموضوع ولكن هلأ يعني ان شاء الله يكونوا الناس عم يحترونا لانه اذا كانت الكهرباء مقطوعة بدأ التدرجية اه انا عمل لغ بيوت الناس بس في في محلات تجارية اه في سوبر ماركت صح في يعني في ملحم صغير تعرف يعني بالضيع وين مكان انه طب هيده اللحم اللي حاطت لحمته بالبراد ونقطعت الكهرباء وما عنده اشتراك شو بده يعني هلأ قديش كمان انقطع بطل يجوا لمحطاط هيده من مشكلة منقدر نعيش بلا تليفيزيون اه نتمنى اذا كانوا المسؤولين عندهم كهرباء عم يسمعونا بقى ان شاء الله يعني يوصل لهم شيء من اللي عم بتقوله دكتور مجدلاني اه حكينا عن موضوع كتاب تحكي فتب موضوع انه اللحمة وانقطعت الكهرباء وغيره طبع طبع ملف سلامة الغذاء قال الوزير ابو فعور الحملة مستمرة وهيدي البداية رح رح روح على ملفات اخرى من الملف الماء وحيزور المسلخ ايضا ولكن ايضا الحملات مستمرة على الوزير ابو فعور لا ما بعتقد يعني الحملات مستمرة هلأ صار فيه ردة فعل وشي طبيعي انه صار فيه ردة فعل لانه الشي اللي عم بيقوم فيه معالي وزير الصحة بعد ما حدا قام بهيك تحرك وعلى هذا المستوى وبهذا الوسع يعني من المروحة التحرك فما في شك انه نحن نضم صوتنا لصوت معالي الوزير ونشد على ايده ومنقول انه في مشكل ومشكل كتير كبير بموضوع سلامة الغذاء واول من شايف هذا المشكل في لبنان هو شهيد باسر فلايحان من هداك الوقت؟ من الالفين وثلاثة نعم بالالفين وثلاثة تقدم معالي الوزير باسر فلايحان بمشروع قانون سلامة الغذاء بعد ما عمل اجتماعات عديدة مع خبراء دوليين وخبراء اكيديميين لبنانيين وانا كان الي الحظ ان شارك ببعض هذه الاجتماعات وانا نايم هذا الاقتراح وانا نايمينه خليني بس اعطي قبل ما تعطينا التفاصيل حفظت انا معك التفاصيل ولكن اليوم يعني بالمستقبل ايضا هذا الكلام عن موضوع سلامة الغذاء ويقول وزير ابو فعور انه هذا الحملة ليست مسيسة وهذا ايضا موقف النائب وليد جنبلاط في هذا الاطار ولكن في حالة زدادة الضغوط فعلا وقفت الحملة شو بصير بالناس انا بدي اقول وقفت ولا ما شو ما وقفت بدا توقف بحكم الامر الواقع بدا توقف لانه هاي دي الحملة المفروض انه تكون حملة شاملة على كل المناطق اللبنانية هاي دي من جهة من جهة تانية هذه الحملة في صلاحيات لغير وزارات مفروض غير وزارات تشارك السياحة الاقتصاد صحة سياحة واقتصاد وصحة وصناعة وبيئة وصياحة وطبعا داخلية يعني كل مجلس الوزارة طبعا طبعا لذلك انا كنت احكيت بضروري التأليف لجنة خبراء ممثلين لهاي دول الوزارات هاي دي اللجنة هي اللي بده تتابع مع الوزير واقل بفعور بمرجعيته بوجوده اللي هو الشكل اللي هو بيرتقيه هاي دي اللجنة هي بده تكمل هاي دي الخطة وانا بدي أقول شغلي انه هاي دي الخطة وكل هاي دي الخطة وكل هذي يعني شي اللي قام فيه معالي الوزير مشكور هو انت عم بتحاول تتعالج النتائج وسنوات من التراكم ولكن ولكن انت مش عم بتعالج الاسباب حتى ما تتكرر هايك النتائج لذلك نحن عم نقول بانتظار اقرار قانون سلامة الغذائية اللي هو بده يحل الموضوع اللي هو بده يزيل الاسباب بانتظار هذا القانون خليه يكون فيه لجنة خبراء هي تتابع المشاكل الانية واتلاحق المخالفين والمرتكبين اذا الان الخطوة الاسرع لمواكبة هذا الحمل الوزير ابو فعور قد يكون فيه وزراء تانين يقوموا بحملات تانية لانه كل القطعات فيها فساد واضح معروف الناس كلها بتعرف هذا الامر بدي ارجع اكد انه فيه ضرورة فيه ضرورة وهلأ بلش يعني لانه انا دغري اطلقت معالي الوزير مشكور تتجاوب هي موضوع المياه وشركات المياه المخالفة للقانون بلش بدي يفوت بالملأ لازم يفوت بالقانون ومش بس هايدي الشركات كل موضوع المياه لازم يتعالج منه مرخص وغير مرخص لانه السبب اساسي من اسباب التلوث هو الماء اول شي اذا لجنة خبراء وصري لو رجعت تحتك ما تخذني ولازم نشوف شبكة المياه وين صارت يعني وزارة الطاقة مسؤولة عن موضوع امدادات شبكة المياه لعلى كل الاراضي اللبنانية لكل البيوت اللبنانيين وين صارت هاي فبعرف وزير الطاقة الحالة الوزير طاقة الحالة انا بوجه له تحيي صديقي وزميلي نائب بيروت ارتير نازاريان انا بعتد مشاكل شبكة المياه بل هي الزمان طيب اذا اول شي هيئة من الخبراء واكادميين وبعدين منحكي بموضوع الافراج عن قانون سلامة الغذاء او كيف اول شي الخطوة الاولى هي الهيئة تشكيلها الخطوة الاولى تشكيل هذه هي اللجنة من الخبراء بعتد نهار الخميس في اجتماع ولح كون انا مشارك فيه اجتماع في وزارة الصحة لكل الوزراء المعنيين وبعتد بنتيجة هيدا الاجتماع لح يصير فيه توصي بتأليف هك هذه اللجنة هشارك الوزير فرعون او هو طبعا 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 موقف كان كان فيه رد على الوزير بخاول اي لكن معالي الوزير فرعون رد على المعلومة لكن ايد ايد الخطوة تويه ايد الخطوة وزير الاقتصاد خاف على الاقتصاد يعني كان عندهم بعض التحفظات تحفظات صنف واحد لحمة مفرومة كله طوق لحمة مفرومة طوق لحمة مفرومة بس المشكلة الوين انه المواطن بيسمع اسم السوبر ماركت خلاص عرفت طب السوبر ماركت فيها مئات الاصنار طب اذا صنف واحد هو حدد حدد تم تحديده طبعا حدد ولكن يمكن كان لازم اكتر على كل حال احكيت انا ومعالي الوزير اه بعتقد لحي يعني يتولى يوضح هذا الامر اكتر لانه الناس الناس يعني متعلقة بحبال الهواء ولذلك بس تسمع اي كلمة بتلقى يا خلاص تعلقت فيها ومشيت طبعا مشان هكي واحد بدي يكون شوي يعني عنده تروي نعم راح نتابع معك هذا الحوار في هذا الموضوع وباقي المواضيع بعد التوقف الاستراحة اولى ابقوا معنا مشاهدين نتابع معكم مشاهدين هذه الحلقة من كلام بيروت مع النائب الدكتور عاطف مجدلاني دكتور مجدلاني كنا عم نحكي عن الهيئة وعن سلامة الغذاء فيه شيء مطلوب من مجلس النواب يعني أيضا للاقتراح القانون لك هذا مشروع القانون سلامة الغذاء تقدم فيه شهيد باس الفراح بالألفان وثلاث دولة الرئيس نبيه بره توقياً للإسراع بإقراره نعم لأنه ضروري حولوا مباشرةً إلى الليجان المشترك هلأ موجود بالليجان؟ هادي عم بحكيك بالألفان وثلاثة ألفان وثلاثة ألفان وثلاثة نعم سحبوا دولة الرئيس نبيه بره وحولوا إلى الليجان لجنة فرعية كان إلي شرف ترقصها نعم عملنا كذا اجتماع واجهنا نفس الصعوبات وقفت الاجتماعات لأنه ما عاد فينا نكمل طب اليوم في طلب بس اجت حكومة الرئيس مئاتي نعم حكومة الرئيس مئاتي ومعالي وزير الزراعة حين دكتور حسين الحاج حسن نعم سحب هذا المشروع لأنه هذا مشروع من الحكومة سحبه من المجلس النبي يعني ما عاد في مشروع أه سحبه أخذوا لواي أخذوا على الحكومة على الحكومة أنا عرفت بهذا الموضوع تمر ومزيرها بد يكون هكذا بشي أرد بد تشوف بس شو حطل ومبيدات أنا تقدمت ساعتها باقتراح نعم قانون سلامة الغذاء بـ 18-2012 اقتراح القانون بس يؤده نائي بحكومة ما إلى حق تسحبه أصبح مناقشته صار تواجب نعم مرة أخرى مشكور دولة الرئيس نبيه بري أرسل هذا الاقتراح إلى اللي جين المشترك مجددا مجددا نعم اجتمعت اللي جين المشتركة أول اجتماع وثاني اجتماع هذا القانون محطوط على كعب جدول الأعمال نعم حكينا مع المترقس هذه الجلسات اللي جين المشتركة نعم ما استجاب لي طلبه بأنه نحطه نقدمه هذا القانون بجدول الأعمال حتى نقدر نقشه خاصة وقلت له أنه هذا بده عرض ربع ساعة وبده يتألف له لجنة فرعية لأنه فيه كتير مواد ومواد متشعبة بده مناقشات فمنعمله لجنة فرعية حتى نسرع فيه مع الأسف ما تم تجاوب مع طلبه وهذا القانون موجود بالليجين المشتركة من سنة 2012 هلأ بعده موجود لهالوقت صح طيب شو المطلوب اليوم في ظل فتح ملف الغداء ممكن يعني إعادة النظر بمواقف الوزراء وبالتالي ممكن أن يرى النور طبعا أنا باعتقد أنه ممكن إعادة النظر بموقف الوزراء خاصة أنه الوزراء تغيروا يعني اليوم وزير الزراعة هو زميلي وصديقي وزير أكرم شهيب ورفيقي بضيفتح ملفات الوزر بأعتقد أنا معالي وزير أكرم شهيب ما كتير تفرق معه الصلاحيات المهم بالنسبة له أنا بعرف مهم له صحة المواطن وسلامة المواطن الوزير الحاج حسن ما كان صديقك وزميلك بلا ما في شك بس أنه كان عنده عدة اعتراضات وعنده كان رؤية تبعيته أنا ما بدي لا أتهمه لا دينه أصلا بس أنا أقول أنه اليوم ممكن يكون فيه ظروف تساعد على إقرار هذا القانون بأسرع وقت وهذا يحفظ للناس حقوقهم ممكن يضبط الوضع ليش طبعا لأنه هذا القانون عم بي عم بي تابع موضوع الغذاء من الإنتاج حتى الاستهلاك كله تعرف أستاذ سلمان أنت المصدر المصدر مثلا أنا عم بزرع خسقي هايدي الخسي أنا بدي اقطفها بدي حطها بيسندوق بدي بعتها لتاجر الجملي بعدين تاجر الجملي لتاجر المفرق تاجر المفرق بده يبيعني إياها أنا كم استهليك أنا بدي أخذها أو على المطعم بدي أعملها سلطة هايدي كل هذه المراحل بده متابعة هايدي الهيئة اللي بيشكلها هيدا الأنون هاي بده تتابع من الإنتاج إلى الاستيراد إلى التصنيع إلى التحويل إلى التحزين كل هايدي ولذلك هايدي الهيئة هاي هي صارت مؤسسة مؤسسة مستقلة إداريا وميليا هي عندها كل المسؤوليات وأي مشكل بموضوع الغذاء تعرف عند مين تتوجه وتعرف مسؤولية مين هذا الموضوع هايدي أهمية هذا القانون وحتى تقدر هايدي الهيئة تقدر التابع هايدي الموضوع بد يكون عندها صلاحيات تنفيذية وقالية طبعا طبعا وبعدين هايدي الهيئة بدها تشكل وحدات يعني في وحدة الأبحاث العلمية طبعا وحدة المخاطر وحدة المراقبة والأسعار والآخرين فلذلك في وحدة للرأي لأنه بتشوف الخاصة منان شربة طبعا طبعا الخاصة منان شربة الخاصة شو عم بيجيها موبيدات وشو عم بيجيها كيميوي هاي وبأي كمييت وبأي كونسنترسيون وكيف طبعا فلذلك الموضوع ما أنه موضوع سهل ولذلك لازم يكون فيه مؤسسة مؤسسة مستقلة طبعا ويجب الإسراع بإقراره حتى تستقيم الأمور لأنه يعني بيكفي مشاكل على البلد وبيكفي مشاكل على المواطن على القليلة نقدر نأمله لقمة سليمة عليك الحال موجود بكثير من دول العالم هايدي الهيئات للرقابة وبدأ لك شغلة تانية أنه هايدي الهيئة أيضا تهتم بالمياه اه اه لأنه مثل ما حكيت هايك ساعة أنه المياه هي السبب الأساسي للتلوث لأنه إذا ما يملوثه ها جيت أنت جبت شأفة لحمة أو جبت خضرة خضرة نظيفة ما بها شي بس الماء رسلتها بالماء خلص صارت تلوث فيها يعني بعتقد حاولنا قدما فينا نعطي هذا الموضوع حقه ولكن مندخل لدهليزة السياسية أكتر بعد التمديد مبدأيا نرتحته شوي ولكن الطيار ما خليكم ترتاحه وقدم طعم بموضوع التمديد شو حضوض هذا الطعم وباختصار ما بعرف شو حضوضه ولكن واضح تماما سلسلمان أنه هيدا الطعم يعني رفع عتب أو استمرار ب شعبوي موقف شعبي نعم موقف شعبي أو أنوني ودفتور مش شعبي موقف شعبوي شعبوي هيا طبعا لأنه ما في مصلحة للشعب فيه بتقول موقف شعبي بيكون في مصلحة للناس ولكن موقف شعبوي بيكون ما في مصلحة للناس مصلحة إليك عم تضحك عن الناس يعني حتى ما نقول الكلمة فلذلك الظروف الأمنية واضحة ها وظروف الدستورية وسياسية واضحة ها فلذلك أبسط قاضي يعني أنا ما بدي نعم ولكن القضاء هني جزء من الناس وشايفين وعايشين وكل المشاكل الاخرية فلذلك الموضوع واضح تماما أنا بالنسبة إلي أنه رأي المجلس الدستوري اللي حيكون رفض الطعام مش موضوع الغاء لدور المجلس أو تطيير النصاب ولكن تقول بالأسباب واضحة هي طبع طبع الأسباب الأمنية لأنه يعني ما بدنا نضحك عن الناس مين بيعمل مهرجان الانتخابي مين بدي يعمل برنامجه مين بدي يحكي الناس يعني أنا بدي أعطي بدي أعطي مثل أنه بذكرى غياب لإمام الصدر نعم عادة كانت حركة أمل تعمل مهرجانات شعبية صحي عشرين وثلاثين ألف وخمسين ألف إنسان يحضروا ودولة الرئيس نبيه بري يكون حاضر يكون حاضر يكون حاضر ويحكي كلمة السنة صح قرروا يعملوها بالأونسكو بمكان مغلق مغلق مختصر وإذ حتى هذا المكان المغلق ما قدروا خافوا لأنه الأسباب الأمنية كانت حقيقة ما بتشجع على الإطلاق فلذلك وين بدي يروح يعمل مهرجانات انتخابية يعني مين عم نتضحك هلأ تقدموا بالطعن وإنا بدي إذا بدنا حط إنه إذا قبل الطعن قبل الطعن يعني ما عد في مجلس نيابي إذا قبل الطعن بيروح التمديد وبطير مجلس النواب طبعا وخلص طبعا هلأ وإذا ما قبل الطعن منكمل يعني بكون التمديد مشي مشي هلأ إذا التمديد مشي أنا سؤالي شو لح يكون موقف كتلة التغيير والإصلاح أو كتلة التيار الوطني الحر لأنه بتغيير والإصلاح في كتلة معالي الأستاذ سليمان الفرنجية يلي هو مشي بالتمديد مشي بالتمديد فأصبح وفي التشناق اللي إجوا ولكن صوتوا ضد نعم هلأ التيار الوطني الحر شو بدي يعمل شو بدي يعمل إذا بدي يكون منسجم مع مواقفه وخاصة إنه راح للطعن بيستقيل أه طبعا المفروض مفروض نواب التيار الوطني الحر إذا بدون يكونوا منسجمين مع نفسهم ويكونوا شفافين مع الناس اللي هنه عم بيقولوا نحن نرفض إنه نمدد لحالنا لازم نرجع للناس عظيم إذا هنه بدون يرجعوا للناس ما قلن إلا يستقيلوا وبعد شهرين في انتخابات فرعية بيرجعوا هنه بعد هذه الانتخابات بيرجعوا متسلحين بثقة الناس مجددا وبشكل أفضل مننا نحن اللي نحن مددنا الجنرال بدي يشكرك عها النصيحة هيده مش نصيحة هيده تحليل لمسار مسار بدأ في تيار الوطني الحر ب معارضة التمديد نعم ومن ثم بتطعن بالتمديد يعني بيروح بيوصل للطعن بالتمديد وإذا ما مشي الطعن بيبقى منموم منموم لازم بيروح على الاستقالة سجل ما وقفوا على القليلة هلأ زميلة زميلة وصديقة استاذ إبراهيم كنعان قال أنه هني بيروحوا على الاستقالة إذا هاي الاستقالة بتوصل إلى انتخابات عامة أنا بدي أقول لك لانتخابات فرعية حتى ما حد تصير لا انتخابات فرعية بتصير عظيم إذا هني إذا عم بيقول هو انتخابات فرعية ما بتصير ليه ما بتصير ليه لأنه لأسباب أمنية فأصبح معنا حق نحنا بتتمديد أمنية وغير أمنية سياسية كمان عظيم يعني هيدا عم بيعطينا حق نحنا بقرارنا بتكونوا تطيرون من مجلس النواب ما يعملوا انتخابات ومالجنرال مين بينتخبون لا أنا حريص ومين بينتخب الجنرال الرئيس ساعته إذا بل كتشلون لنواب الطيام هيدا السؤال الأخير إنه إذا هيدا المجلس النية أنا ما عم بيعتري فيه كيف أنا بدي أطلب منه إنه ينتخبني رئيس نقطة على الساطر وضحت وضحت كل الأمور عاك الحال اليوم الأستاذ كمال دبيان بصحيفة الديار بر يستعجل إصدار قانون انتخاب وموضوع يعني مدة مجلس النواب والتقصير المهل وغيره ويقول إنه كان عنده هاجس الرئيس بر ي كما جاء بصحيفة الديار هو بعد موضوع التمديد الملفين انتخاب رئيس الجمهورية وإصدار قانون انتخاب تجري على أساسه الانتخابات ولكن حد الآن صورة غير واضحة ما في حوار ما في اتفاق حوال قانون انتخاب يلي بييد الرئيس بر هو القانون الموجودة كما جاء في المقال لأستاذ كمال وبالتالي من الحكومة حكومة الرئيس مئاتي وسيارة المستقبل والقوات والحزب الاشتراكي نعم والاشتراكي أنا بأعتقد أنه بترجع هايدي القوانين بتنحط على الطاولة ومنحاول نتفهم على أنون أو بيطلع أنون جديد مختلط من الكل طبعا مختلط وفيه طوافه عليه من كل الكتن هلا هيدا الأنون حتى لو صار فيه طوافه عليه هيدا المجلس النيابي مش ممكن يقره قبل انتخاب رئيس للجمهورية نحن تبقى أولويتنا أولويتنا انتخاب رئيس للجمهورية حتى لو فيه انتخاب لو فيه أنون انتخاب لأنه إذا تم إقرار القانون بتصينه تعملوا انتخابات بدون رئيس لا طبعا ما هيدا عم بقوله أنا أنه حتى لو صار فيه أنون لو تفهمنا وتوفقنا على أنون انتخاب نحن لا يمكن أنه نوافق على أي انتخابات نيابية على أي استحقاء قبل انتخاب رئيس للجمهورية بس هايك بيكون فيه أنون حاضر فيه أنون حاضر وبتروحوا لانتخاب رئيس لأنه في حالة تفقته يعني بلش الحوار بين الكتن بين الأفريقاء بقى ممكن لا أنه الحوار نحن بس نجتمع بالمجلس النيابي بالليجان ما عم نتحاور نحن مثلا بالليجنة الصحة أنا في معي زملاء من حزب الله ومن أمل ومن تيار الوطني الحر وأنا عم بتفاهم أنا وياهو عم نعرض أنون ونتفاهم يحوي أنون اقتراح أنون تقدمت فيكة المستقبل لإفادة المضمونين من التغطية الصحية هيدا لجنة الصحة بالإجماع وفقت عليه يعني بالإجماع يعني مع حزب الله مع أمل مع تيار الوطني والحرب مع كل إذن فيه ممكن درس الاقتراحات الموجودة والمقدمة وبالتالي ممكن الاتفاق ولكن أولوية ولكن أولوية تبقى لانتخاب رئي جمهورية هون حضود الجنرال عون بالوصول للرئاسي هل ما زالت قائمة برأيك؟ أنا أعتقد أنه ما فيه ولنهار حزوزه للجنرال كانت ويردي يعني واضح تماما اسمه ما بعرف شو ومرشح لا بيترشح ولا بيخلي حدا يترشح ولا بيسمح انه يصير فيه انتخابات الى ان اعلن اسمه سيد نصر الله هايدي خطوة كتير مهمة لانه هلا صار في وضوح بالصورة فيه ثلاث مرشحين فيه مرشح 14 ادار دكتور سمير جعجع اعلن ترشحه ايدتوا قوى 14 ادار استاذ انري حلو رشحوا الاستاذ وليد جنبلات والجنرال ميشيل عون رشحوا 8 ادار رشحوا حزب الله وقال اذا بدكم تتفاهموا تروحوا لعنده ودينا كلنا نحنا كالابنانيين نروح عند الجنرال نقول له امن اليوم اليوم هالثلاث مرشحين موجودين اصبح دكتور جعجع اللي هو يترشح اريحله ورشحه وليد جنبلات مع حفظ وحزب الله رشح الجنرال وحزب الله رشح الجنرال طيب هلا اذا هذا الترشيح للجنرال ترشيح جده وحقيقة القوة حزب الله بده الجنرال تفضل نزلوا على مجلس النيابي يعني ابسط اضعف الايمان انه نزلوا على المجلس النيابي ويتنافسوا ويسمحوا بالتنافس اذا ما نزلوا على المجلس النيابي شو معناته هيدا الترشيح معناته هيدا الترشيح ترشيح كلمة هيدا الترشيح ترشيح مناورة ولكن الزيارة الاخيرة الوافد من حزب الله لجنرال عون تأييد ودعم لجنرال عن قناعة ومش فقط وفاء لمواقف الجنرال وهو الزعيم على صعيد لبنان والمنطقة عظيم وعلاقة هي وجودية مش اكتر نحن جسد واحد كمان هيك قال خلاص حسين الاستاذ حسين مورطل للاخر داك خليني ارسم لك صورة وبسرعة ما تطور لان الوقت تتقرب يخلق تطور موقف حزب الله من مرشح اول حرف من اسمه الى مرشحنا ميشيل عون الى نحن جسد واحد والعماد عون هو الزعيم الاول المسيحي مش بس بلبنان بكل العالم العربي طيب مني يحتم النزول لمجلس النواب لا انت عم ترتقي تعرف فيه تكتيك انجليزي معروف ايه انه الموظف يلي بيصير عبء على المؤسسة تبعيته شو بيعملوا فيه شو بيصيروا يعلوه ينفخو بيصير يعلولوا بوقعوا حتى يلولوا بالاخر اتسناف اتسناف نحن ما قادرين بقى نحمل المؤسسة ما فيها التحمل الله معه اليوم بالحوار مع المستقبل ما وصل لموضوع رئيس الجمهورية بين الطيار فيه امكانية بعد يفتح اي نافذة نحن او هتحوروا حزب الله كان دولت الرئيس سعد الحريري قال انه نحن معنا فيتو على حدا ولكن نحن من ايد رئيس وفاقي اذا انت يا جنرال بتعتبر حالك رئيس وفاقي فابسط الايمان انك تتفي مع قوى المسيحية الموجودة ب14 دار مع الاحزاب المرنية الموجودة ب14 دار مثل حزب الكتاب وحزب الأول نعم اوكي طيب هيدا شي مصار هيدا اولا تانيا ما في اي موقف سياسي من الجنرال اظهروا انه وفاقي تالت شي وهيدا الاهم انه الجنرال اليوم هو مرشح حزب الله اصبح مرشح فريق مرشح تحدي فما في مجال بقى للتوافق على هذا الموضوع رح نتابع معك دكتور مجدلاني بموضوع الرئاسي وموضوع المحكم الدولي ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع النقاب دكتور عاطف مجدلاني دكتور مجدلاني كنا عم نحكي عن موضوع الرئاسي الوقت بلش يدهمنا ولكن عن حدود الجنرال عم نحكينا ماذا عن الوزير اسلاماني فرنجي يلي مشي بالتمديد ويلي كان عنده مواقف ايضا يعني عطى بعض الاشارات باتجاه طيال المستقبل وباقي الكتل النيابي يعني لك كمان مع الاستاذ سليمان فرنجي اللي انا بكن له كل احترام وتقدير لانه انا باعتد انه هو من اصرح الرجال السياسيين ومن اجراءهم عنده موقف بقوله وما بتفرق معهم ولكن هيدا ما بيعني وصح بقوله عنه صح والغلط ولكن هيدا ما بيعني انه معالي استاذ سليمان فرنجي ينتمي الى تيار الى فريق يعني منه رئيس توافق طب بالاخر بدل نجيب رئيس يا من هون يا من هون اه لا طبعا بدل منعد وبنتوافق بعد كم سنة دكتور مجدلاني لا لك الموضوع ما في شك انه تأجيل وتأخير انتخاب رئيس الجمهورية في خطر وهون في خطر وجودة على المسيحيين وعلى دور المسيحيين السياسي في المنطقة نعم ولذلك خاصة بظل هالهجم اللي نحنا عم نشوفها في الدول العربية المهم انه نحنا نعرف انه اي تأخير في خطر على المسيحيين وكل انسان عم بيعطل انتخاب رئيس الجمهورية عم بيعطل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عم بيعرض المسيحيين للخطر والوجود المسيحي السياسي للخطر ما بدنا نفوت نرجع تفاصيل ولكن الفريق اللي عم تحكي عنه بقول هو عم يعمل كل هالشي للحفاظ على مصالح المسيحيين ودورهم مش صحيح هذا وفعاليتهم ووجودهم بده يسمح لي انه مش دقيق حتى مش صحيح هذا الكلام طيب من هون بتشوف الصرخة التي اطلقها يعني بعد البطارك الراعي من استراليا اليوم البطارك الكاتوليك والاساقفي ايضا اسفوا لهذا الفراغ ودعوا يعني بيطالبوا المرشحين يتخلوا عن مصالحهم ولا ضرورة انتخاب رئيس اقرار قانون الانتخابات مين عم يسمع انا بقدر موقف غمطة البطارك وموقف البطارك الكاتوليك والمطارني وكلهم انا بقدروا هيدا الموقف كتير ولكن اليوم ما بقى مسموح ما بقى مسموح التعميم اه وعدم ذكر الامور باسماءه عدم وضع النقاط على الحروف ما بقى مسموح حتى لو وضع النقاط على الحروف شو بسير يعني بموضوع بموضوع سلامة الغذاء عم نحدد وعم نقول فلان مرتكب فلان غلطان فلان مخطئ اه على القليل يكون عندنا الجرأة نسميهم طبعا البرك الراعي عمل اكتر من وزير ابو فعور باستراليا قال بد اللي 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 عم بعطله بدنا نسميهم واللي عم بي مع الاسف الشديد استاذ سلمان بقدر قللك انه ما في حدا عم بيسمي عم بيكون في تعميم انه على النواب لازم ينزلوا الى المجلس النياب يا خي نحنا عم ننزل نحنا عم نقوم بوجبنا نحنا عم نرضي ضميرنا الوطني نحنا ما بيتوجه لنا هذا الكلام الكلام بده يتوجه للناس اللي مش عم تنزل وان الاوان للتسمية بقى خلاص بعدين شو انه المرشحين يتقلوا عن مصالحهم الشخصية شو هلها حكي ليه خي انا مرشح رئيس جمهورية وانا مصلحة وبحب حالي بدي يكون رئيس جمهورية ما حدا له حق يمنعني ولكن انا ما الي حق انه امنع حدا غيري يوصل لرئاس الجمهورية هون القصة فلذلك اوكين في مرشحين كل ما زادوا المرشحين كل ما احسن لانه في كفاءات كتير بالطائف المرونية الكريمة فبس انه خليون يروحوا على المجلس النيابي ونقول الاسماء ونقول هيدول لازم ينزلوا على المجلس النيابي وإلا ينسحبوا شو طب حتى لو قالوا وسموا شو بيغير بالواقع يعني شو بيبين للناس والناس تعريفة ايه بس لازم يكون فيه موقف واضح وخاصة الكنيسة لانه ليش لانه مثل ما قلتلك اي تأخير عم بيهدد الوجود المسيحي نعم بالبلد لذلك على الكنيسة ان تتحرك وتتحرك بقوة اكتر وتحدد وتحدد الاسماء ما بقى مسموح نعمم ما بقى مسموح نعمم انا ما بقى بكل تواضع انا ما بقى يقولولي على النواب انه ينزلوا على انتخاب رئيس الجمهوري انا عم بنزل لغبطة البترك ما لك حق توجه لي هيدا الكلام طبعا هل الموضوع داخلي ام اصبح سعودي ايراني امريكي بكلمتين الموضوع خارجي صار مش خارجي ولا داخلي فقط فيه تشابق بين اثنين لانه لبنان منه جزيرة ولبنان دايما كان فيه له ترددات اقليمية ودولية دكتور مجلاني بالوقت المتبق لدينا حكينا بالمقدمة عن المحكمة الدولية هناك فصل جديد يبدو بالشهادات والنائبر وان احمد يوم الاثنين يدلي بشهادته ومجموعة ايضا من السياسيين وصحفيين وبدأ ظهور رقم الرئيس بشار الاسد كما جاء قبل على هواتف المتهمين هل فعلا دخلت المحكمة مرحلة جديدة على طريق العدالة على طريق الحقيقة للوصول الى العدالة ما في شك سيد سلمان اليوم عم بيظهر انه هاي دي المحكمة يلي حاولوا الكثيرين كثيرين يشككوا بمصدقيتها يشككوا باهدافها يشككوا بامكانية وصولها الى الحقيقة اليوم واضح في خطوة كتير كبيرة عم تحصل وانا بقول انه بدأت المرحلة الخطرة والخطرة جدا في المحكمة الدولية للوصول الى حقيقة من اقتال الرئيس شهيد رفيق الحريري هي المرحلة دقيقة ولكن قد تكون خطرة على لبنان خطرة على لبنان على الشهادات اللي بدت تحكي على الشهود اللي بدهم يحكوا في خطر كتير كبير في خطر كتير كبير ان شاء الله بقى هيدا خطر ما يكون على كل لبنان ايضا يعني عن نظام الامن السوري اللبناني طبعا طبعا في نظام الامن السوري اللبناني في اشخاص طويل بقى انه هلأ بتبين انه في رقم الرئيس السوري يمكن يكون فيه ارقام غير رؤسة ايضا على كل حال هذا ما ذكره الزميل فارس خشين بمقالة لصحيفة المستقبل موضوع عن نظام السوري والامن اللبناني السوري وبالتالي عاد الضوء كان في مقال مهم مبارح أو أول مبارح لستاذ أحمد عياش بالنهار نعم بذكر ايضا انه رأم رئيس لبناني ممكن يكون موجود كمان كمان على كل حال بانتظار يوم الاثنين وبالتالي ما يظهر من جديد وبانتظار انه فعلا يلي ذكرته تتم بدء بمعالجة من الكهرباء لغرق الماء لموضوع الامن الغذائي ومتابعة يلي عم تقوموا فيها نحنا بنشكرك فكتور مجدلاني شكرا لوجودك معنا اليوم والشكر للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة